السلام عليكم ورحمة الله برحب الجميع في كل مكان اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات كولكشن برحب بكل متابع القناة كل سنة وحضراتكم بألف خير رمضان على الابواب رمضان مبارك على كل الامة العربية والاسلامية دايما يا رب نهاردة هنشتغل تطبيق مميز جدا لفنوس رمضان هنشتغله بحجم كبير يعني مش من الوحدات اللي بتتعلق في الفروع ولكن هو في حد ذاته قطعة جيكور مميزة جدا شايفين قد ايه شكل الوحدة ولا اروع الوحدة دي زي ما قلنا حجمها مش صغير تقريبا طول الوحدة اه واحد واربعين سنتيمتر وكمان كترها عبارة عن اتنين واربعين سنتيمتر يعني ما هياش من الوحدات الصغيرة هما ستة وسبعين سطر هشتغلهم معاكم خطوة بخطوة اذا مش يتيهم معايا تباعا كده ان شاء الله تحصولي على نفس التطبيق اتمنى يعجبكم ومش هطاول عليكم يلا بينا نشوف الادوات وطريقة التطبيق معمى الادوات اللي هستخدمها هشتغل على خيوط المكرمال كريستال الفرنساوي الروفايا هستخدم تلات الوان مختلفة طبعا من احلى الخامات اللي نقدر نشتغل منها المجسمات بس لو مش متوفرة تقدري تستخدمي اي خامة متوفرة عندك وحابة تشتغل منها الخيوط دي هشتغل بيها على فتلتين عشان تبقى سميكة شوية وهشتغل عليها بابرة رقم اربعة مليمتر هحتاج لابرة التنظيف وللمقص اول خطوة هبتدي اعملها هشتغل الحلقة السحرية على السببة والاوسط بالشكل ده كده بلف طرف الخيط مارتين بنزل اسفل اول فتلة وبصحب رقم اتنين وبلف اداية نفس الفتلة هي هي رقم اتنين هاخدها واطلع بيها من الحلقة اللي على الابرة اتكونت معايا على بداية العمل دايرة صغيرة هرتفع على البداية بسلسلة واحدة بالشكل ده كده وهعتبرها مجرد ارتفاع مش من عدد الغرز بتاعتي وجوه الدايرة هنشتغل ستة غرزة حشو. بدخل واسحب الخيط بالشكل ده كده وبشتغل من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وبطلع منها. دي كده رقم واحد واستمر بنفس الطريقة بدخل جوه الحلقة واسحب الخيط هشتغل غرزة حشو اتنين تلاتة اربعة خمسة والغرزة رقم ستة والاخيرة. بعد الغرزة الستة بالشكل ده كده هاخد آآ فتلة البداية هاسحبها كويس جدا علشان اقفل سنتر الدايرة وهروح مش هقفل منزلقة على سلسلة الارتفاع لا هقفل على آآ اول غرزة حشو بالشكل ده كده وهنشتغل عن المنزلقة. مش هشتغل منزلقة ولكن هبتدي على طول الدور اللي جاي. فيفضل هنا كده انا هبتدي اشتغل على الغرزة الاولى. غرزة حشو. هاسحب الخيط بالشكل ده كده. وهشتغل اول غرزة حشو على الدور رقم اتنين. يفضل هنا آآ خاصة للبنات المبتدأة انها تحط علامة بالشكل ده كده بما اننا هنشتغل في دايرة مغلقة بدون اي منزلقة. فالافضل احنا نحط علامة دايما على بداية الدور. انا هنا كده آآ بدأت بغرزة حشو واحدة. آآ هبتدي اعمل تزايد على جميع الغرز. في اول غرزة هي هي هدخل مرة تانية وهاشتغل نفس الغرزة البسيطة حلقتين وبطلع منها ازا انا اشتغلت على اول غرزة غرزتين. وهكمل بنفس الطريقة. الغرزة اللي جايوا عليها الدور هاشتغل غرزتين. اجي واحد وفي نفس المكان هاشتغل اتنين. وهكرر الغرزة اللي بعد كده هاشتغل غرزتين. اجي واحد وفي نفس المكان اتنين. وهعمل تزايد على جميع الغرز. المفروض ان انا معايا ست غرز ينتهوا معي على الدور ده ويبقوا اتناشر غرزة هنشتغل في كل غرزة غرزتين وصلت على نهاية الدور بتزايد على جميع الغرز وهنبتدي الدور رقم تلاتة هنشيل الماركر من اول غرزة بالشكل ده كده وهشتغل مكان المارك اول غرزة حشو على الدور رقم تلاتة ونرجع نحط الماركر او العلامة مرة تانية بالشكل ده كده انا اشتغلت على اول غرزة غرزة واحدة وعلى الغرزة رقم اتنين هنعمل تزايد ونشتغل جرزتين في المكان الواحد اجي واحد وفي نفس المكان هرجع اشتغل اتنين على الدور ده هنكرر بنفس الطريقة في جرزة بنشتغلها جرزة واحدة وغرزة جرزتين فعلى الجرزة اللي جاية نشتغل جرزة واحدة واللي بعدها هنعمل تزايد بجرزتين في المكان الواحد اجي واحد اتنين ونكرر بقى على مدار الدور كل غرزة غرزتين غرزة غرزتين والحد النهائي وصلنا على نهاية الدور وهنبتدي الدور رقم اربعة هشيل العلامة وفي اول غرزة هبتدي اشتغل اول غرزة حشو على الدور الرابع وارجع احط العلامة بتاعت فيه مرة تانية تمام على الدور ده هنتزايد كل تالت غرزة وده معناه انه في الغرزة الاولى اه اشتغلنا غرزة واحدة في الغرزة رقم اتنين برضو هنشتغل غرزة واحدة غرزة حشو بالشكل ده كده اما في الغرزة رقم تلاتة هنعمل تزايد بغرزتين في المكان الواحد. اجي واحد وفي نفس الوقت هناخد الغرزة رقم اتنين. وهنستمر بنفس الطريقة. الغرزة اللي جاية وعليها الدور هشتغل غرزة واحدة. الغرزة اللي بعدها بشتغل غرزة واحدة. والغرزة التالتة بعمل تزايد بغرزتين في المكان الواحد. اجي واحد اتنين. وهستمر كده بنفس التزايد كل تالت غرزة والحد النهاية. وصلت على النهاية وهبتدي الدور رقم خمسة آآ هشيل العلامة وهبتدي باول غرزة غرزة حشو واحدة بالشكل ده كده وهرجع احط العلامة على اول غرزة مرة تانية. في الدور الخامس هنتزايد كل رابع غرزة وده معناه بشتغل تلاتة فرزي الرابع تزايد. بشتغل اول غرزة غرزة واحدة والغرزة رقم اتنين بنشتغلها غرزة واحدة. الغرزة رقم تلاتة بنشتغل غرزة حشو واحدة والغرزة رقم اربعة بنعمل تزايد بغرزتين في المكان الواحد. اجي واحد ونرجع لنفس الغرزة هي هي ونعمل اتنين. واستمر بقى بنفس الطريقة بنشتغل تلت غرز فردية والربعة تزايد على مدار الدور كله والحد النهاية. وصلت على نهاية الدور في النهاية هشيل الماركر او العلامة وهتدي الدور رقم ستة هدخل على اول غرزة بالشكل ده كده واشتغل اول غرزة حشو وارجع احط الماركر كده انا اشتغلت غرزة واحدة. على الغرزة اللي جاية وعليها الدور هنشتغل برضو غرزة حشو واحدة كده رقم اتنين. على اللي بعدها غرزة حشو واحدة كده رقم تلاتة. واللي بعدها غرزة حشو واحدة كده رقم اربعة. وعلى الخمسة هنشتغل التزايد بتاعنا بغرزتين في المكان الواحد. ففي الغرزة رقم خمسة هشتغل غرزة حشو. وارجع على نفس المكان هو وهو في نفس الغرزة واشتغل الغرزة التانية. وهستمر بنفس الطريقة. بنشتغل اربع غرز فردية والخمسة تزايد على مدار الدور كله والحد النهاية. وصلت للنهاية وهبتدي الدور رقم سبعة. هشيل العلامة من على اول الدور وهشتغل مكان الماركر في اول غرزة اول غرزة تحشر بالشكل ده كده وارجع حط العلامة التعصيد. على السطر السابع هنا تزايد كل سادس غرزة. ده معناه باشتغل خمس غرز فردية والستة تزايد. اشتغلت على اول غرزة غرزة واحدة كده واحد والغرزة اللي بعدها هشتغل غرزة واحدة كده اتنين. اللي بعدها غرزة واحدة تلاتة. اللي بعدها غرزة واحدة اربعة. واللي بعدها كمان غرزة واحدة يبقوا خمس غرز من بداية الدور. خمس غرز فردية. وعلى السطة هشتغل التزايد بغرزتين في المكان الواحد. اجي واحد وفي نفس الغرزة بنرجع نشتغل الغرزة رقم اتني. وقرر بقى على مدار الدور كله لحد النهاية. بشتغل خمس غرز فردية والستة تزايد لحد نهاية الدور. وصلت على نهاية الدور. في نهاية هبتدي الدور رقم تمانية. وعلى الدور التامن بنتزايد كل سبع غرزة. ده معناه بنشتغل ستة فردي السبع تزايد. فعلى غرزة الماركة الاولى. هحط غرزة حشو واحدة بالشكل ده كده. وارجع احط العلامة بتاعتي على بداية الدور. كده رقم واحد. وعلى الغرزة اللي بعدها هشتغل غرزة حشو واحدة. كده اتنين. اللي بعدها غرزة حشو واحدة تلاتة. اللي بعدها غرزة حشو واحدة اربعة. اللي بعدها غرزة حشو واحدة خمسة. واللي بعدها غرزة حشو واحدة رقم ستة. وعلى السبعة بنشتغل التزايد بتاعنا بغرزتين في المكان الواحد. يبقى اشتغلنا ستة فردي. وعلى الغرزة رقم سبعة هنشتغل واحد ونرجع نشتغل في نفس الغرزة مرة تانية اتنين. وعلى مدار الدور كله هنكرر بنشتغل ستة فردي السبعة تزايد والحد النهاية. وصلنا على النهاية وهنبتدي الدور رقم تسعة. آآ هشيل العلامة وهشتغل مكان العلامة في اول غرزة غرزة حشو واحدة وهرجع احط العلامة بتاعتي مرة تانية. كده اشتغلنا غرزة واحدة وبس. وعلى الدور ده هنتزايد كل آآ تامن غرزة. ده معناه بشتغل سبعة فردي التامنة تزايد. فانا كده اشتغلت غرزة واحدة. الغرزة اللي جاية وعليها الدور بشتغل غرزة واحدة اتنين. اللي بعدها غرزة واحدة تلاتة. اللي بعدها غرزة واحدة اربعة. اللي بعدها غرزة واحدة خمسة. ستة. سبعة اشتغلت سبع غرز فردية. وعلى التمنى هنشتغل التزايد بجرزتين في المكان الواحد ادي واحد وفي نفس المكان نرجع بنشتغل اتنين وهقرر على مدار الدور كله. سبعة فردي التمنى تزايد والحد النهاية. وصلت على نهاية الدور وفي النهاية هشيل الماركر او العلامة وهبتدي الدور رقم عشرة. هشتغل في اول غرزة جرزة الماركر هشتغل غرزة واحدة وبس. وارجع هخط العلامة بتاعتي مرة تانية على سطر العاشر. هنتزايد كل تاسع غرزة. بنشتغل تمن غرز فردية والتسعة تزايد. فكده غرزة واحدة. الغرزة اللي جاية وعليها الدور هشتغل غرزة حشو واحدة. كده اتنين. اللي بعدها حشو واحدة تلاتة. اللي بعدها حشو واحدة اربعة. اللي بعدها حشو واحدة خمسة. اللي بعدها حشو واحدة ستة. واللي بعدها حشو سبعة. واللي بعدها حشو. كده تمن غرز فردية من بداية الدور. وعلى التسعة هنشتغل تزايد بغرزتين في المكان الواحد. ادي واحد ونرجع لنفس الغرزة هي هي ونشتغل اتنين. هكرر كده بقى والحد النهاية بنشتغل آآ سبع آآ تمن غرز فردية والتسعة تزايد. وصلت على النهاية هبتدي تدور رقم حداشر هشيل العلامة وهشتغل مكان العلامة اول غرزة حشو وارجع اخط الماركر بتاعي مرة تانية. على الدور رقم حداشر هنتزايد كل عاشر غرزة ده معناه بنشتغل تسع غرز فردية العشرة تزايد. فهشتغل كده اشتغلت الغرزة الاولى. وعلى الغرزة رقم اتنين. الغرزة رقم تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. اشتغلت تسع غرز آآ فردية زي ما احنا شايفين كده من بداية الدور على رقم عشرة هنشتغل تزايد بغرزتين في المكان الواحد. ادي واحد ونرجع لنفس الغرزة هي هي ونشتغل اتنين. وبكده آآ هقرر على مدار الدور كله بنفس الطريقة. تسع غرز فردية العشرة تزايد والحد النهاية. وصلت على نهاية الدور اجمالي عدد السطور اللي اشتغلناها على القاعدة حداشر سطر وآآ كتر الدايرة آآ اصبح آآ تقريبا اتناشر سنتيمتر بالشكل دا كده. تمام? آآ مش هرتفع على الدايرة من جديد خلاص القاعدة دي آآ تمام بالنسبالي. هبتدي دلوقتي الدور رقم اتناشر وهشيل العلامة او المارك وآآ المرات دي هقفل بمنزلقة في آآ الغرزة الاولى بالشكل دا كده. تمام? يبقى هنقفلنا الدور بتاعنا والدور رقم اتناشر هنشتغلوا كله في الباكلوب او في الحلقة الخلفية. هرتفع بسلسلة واحدة هاعتبرها اول غرزة بالنسبالي ولو حبة ممكن تحطي العلامة بتاعتك على اول سلسلة ارتفعتيها بالشكل دا كده. ثم هنشتغل على الباكلوب في كل غرزة غرزة حشو واحدة آآ كل غرزة بيبقى لها حلقتين بالشكل دا كده آآ آآ غرزة امامية وغرزة خلفية. وزي ما احنا شايفين هدخل على الحلقة الخلفية وبس على آآ الغرزة. بالشكل دا كده. وهسحب غرزة حشو. نفس الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وبنطلع منها. وهستمر الغرزة اللي بعد كده شايفين بندخل في الحلقة الخلفية بس. وهاشتغل غرزة حشو واحدة. وفوق كل غرزة هتقابلنا والحد نهاية الدور. مش هنعمل اي تزايد. لكن بغرزة واحدة كده فوق كل غرزة. وخلي بالي ان انا بسيب الفتلة الامامية وبشتغل بس في الفتلة الخلفية بالشكل دا كده والحد النهاية. وصلت على نهاية الدور. الدور كله اشتغلناه في الباكلوب او في الحلقة الخلفية بالشكل دا كده. وهاجي على بداية الدور هشيل العلامة بتاعتي. وهشتغل مكان العلامة آآ بمنزلقة. ويفضل بقى ان انا ما نشتغلش منزلقة تاني. اشتغلنا منزلقة على الدور الاخير بس علشان آآ هنشتغل على الباكلوب. لكن آآ على السطور اللي جاية هنرجع تاني نشتغل في دايرة متصلة كده بدون منزلقة. انا هنا على مكان الماركر هشتغل اول جرزة حشو بالشكل دا كده. وهنبتدي على الدور اللي جاية. الدور اللي جاية يبقى رقم تلاتاشر. المفروض ان انا هشتغل على السبت سطور اللي جاية سطور سابتة بدون اي آآ تزايد او تناقص. يعني بجرزة واحدة فوق كل جرزة وهنفضل نلف. كل مرة منيجي آآ نشتغل على اول جرزة مكان الماركر بالشكل دا كده. ونبتدي نشتغل بجرزة واحدة فوق كل جرزة والحد النهاية نرجع للسطر من اول وبجديد لمدة ست سطور يعني انا هشتغل من اتناشر السطر اللي هنبتديه تلاتاشر من تلاتاشر والحد تمنتاشر سطور سبتة تمام بس اخلي بالي خلاص مش هشتغل على الباكلوب كل السطور اللي جاي هشتغلها في الغرزة بشكل عادي خالص هبتدي ان انا اشتغل في الحلقتين بشكل عادي كده تحت حلقتين الغرزة هسحب غرزة حشو واستمر زي ما قلتلكم كده غرزة حشو واحدة فوق كل غرزة لحد النهاية هرتفع عد ايه ست سطور ونرجع نشوف الخطوة اللي جاي ارتفعت بالادوار زي ما احنا شايفين مع بعض كده يعتبر ارتفعت لحد الدور رقم 18 انا هنا على نهاية الدور رقم 18 يعتبر السطور السبتة اللي اشتغلناها سبع سطور اشتغلنا سطر فيه الباكلوب ثم من التلاتاشر والحد التمنتاشر آآ بغرز عادية خالص لحد آآ ما بقت القطع معايا مجوافة بالشكل ده في المرحلة دي هنبتدي على السطور اللي جاي نعمل تناقص وعشان كده آآ بنبتدي نقطع كرتونة تكون قوية شوية او ممكن قطعة من البلاستيك تكون على قد الدايرة القعدة وبنبتدي نسبتها بمثبس الشكل وبعد ما ثبتت القعدة جوة بالشكل ده كده هبتدي بقى على السطر اللي جاي نشتغل تناقص هنبتدي السطر رقم 19 آآ فهاشيل الماركر او العلامة من على بداية الدور هشتغل تسع غرز فردية وبعد كده هنشتغل تناقص في الغرزتين العشرة والحد عشر فعلى اول غرزة اللي هي غرزة الماركة هدخل اشتغل اول غرزة حشو بالشكل ده كده وارجع احط العلامة بتاعتي على بداية الدور وهستمر بنفس الطريقة كمان 8 غرز يعني الغرزة اللي جاية كده 2 3 4 5 6 7 8 والغرزة التسعة والاخيرة اشتغلت تسع غرز فردية بالشكل ده كده من على بداية الدور وفي العشرة والحداشر بنعمل تناقص بنشتغل التناقص ازاي في كل غرزة بيبقى في فتلة امامية وخلفية كده انا هسحب بس الفتلة الامامية من الغرزة رقم عشرة وهدخل كمان في الفتلة الخلفية للغرزة رقم حداشر لما بدخل لي عشرة واحداشر بالشكل ده كده باسحب الخيط واشتغل الغرزة على غرزة واحدة غرزة حشو بالشكل ده كده. تمام? وهستمر بنفس الطريقة. باشتغل تسع غرز والعشرة والحداشرة. نشتغلهم نفس آآ الشكل كده. ادي كده واحد. اتنين. تلاتة. تمانية. والغرزة التسعة والاخيرة. لما باشتغل تسع غرز بالشكل ده كده باخد الفتلة الامامية للغرزة رقم عشرة. الفتلة الامامية للغرزة رقم حداشر. وبسحب الخيط واشتغل الغرزة حشو. هي هي حلقتين وبطلع منها. هستمر بنفس الطريقة كده والحد نهاية الدور. وصلت على نهاية بنفس التناقص. وهنا هبتدي الدور رقم عشرين. على الدور عشرين هنعمل تناقص كل تاسع وعشر غرزة. فهشيل الماركة او العلامة وهشتغل مكان الماركة او الغرزة حشو. وارجع اخط العلامة بتاعتي على بداية الدور مرة تانية. هنشتغل غرزة. واللي بعدها برضو غرزة حشو. كده اتنين. لبعدها. تلاتة. اربعة. وتمانية. اشتغلت تمن غرزة فردية من بداية الدور. وبعد كده كل ما بوصل لتسعة وعشرة بعمل التناقص. بنفس الطريقة باسحب الفتلة الامامية للغرزة رقم تسعة. والفتلة الامامية للغرزة رقم عشرة. واسحب الخيط واشتغل غرزة الحشو بشكل قبيع حلقتين وبطلع منها. واستمر بنفس الطريقة كده. تمن غرز فردية وكل ما وصل لتسعة وعشرة نفس التناقص. والحد نهاية الدور. وصلنا على نهاية الدور بنفس التناقص. هنبتدي الدور رقم واحد وعشرين. هشيل العلامة. واشتغل اول غرزة حشو على مكانها بالشكل ده كده. وعلى الدور ده هنشتغل سبع غرز فردية. كده الغرزة الاولى. اللي بعدها اتنين. اللي بعدها تلاتة. سبعة. اشتغلت سبع غرز من بداية الدور. يبقى سبعة فردي. وبعد كده التمنة والتسعة بالتناقص. هاخد الغرزة رقم آآ تمانية. شايفين بناخد الفتلة الامامية. والفتلة الامامية للغرزة رقم تسعة. واسحب واشتغل غرزة حشو واحد. زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة هستمر. سبع غرز فردية التمنة والتسعة تناقص على مدار الدور كله والحد النهاية. وصلت على نهاية الدور. هبتدي الدور رقم اتنين وعشرين. هنشيل الاعلامة ونشتغل مكان الاعلامة اول غرزة. بالشكل ده كده. غرزة حشو. ونرجع نحط الماركر على بداية الدور. على الدور ده هنعمل التناقص اه بعد ست غرز فردية. فكده اشتغلت رقم واحد اللي بعدها هشتغل غرزة حشو اتنين. اللي بعدها تلاتة. اللي بعدها ستة والاخيرة. اشتغلت ست غرز فردية. وكل ما بوصل لسبعة وتمانية هعمل تناقص. باخد الفتلة الامامية للغرزة رقم سبعة. الفتلة الامامية للغرزة رقم تمانية. وبسحب واشتغل الغرزة بتاعتي بشكل طبيعي. وغرزة حشو. واستمر بقى على الدور كله بنفس الطريقة. ستة فردية السبعة وتمانية. تناقص لحد النهاية. وصلت على النهاية وهنشتغل الدور رقم تلاتة وعشرين. وهيكون ده الدور الاخير في التناقص. فهشيل العلامة بالشكل ده كده. نبتدي دور رقم تلاتة وعشرين. على الغرزة الاولى هنشتغل غرزة واحدة ونرجع نحط العلامة بتاعتنا مرة تانية. على الدور ده هنشتغل خمس غرز فردية. كده واحد. الغرزة اللي بعد كده هشتغل عليها حشو. اتنين اللي بعدها تلاتة اربعة خمسة. اشتغلت خمس غرز فردية وراء بعض بالشكل ده كده. وعلى الستة والسبعة بشتغل التناقص بتاعي بنفس الطريقة اللي بشتغلها. باخد الغرزة رقم ستة بالشكل ده كده الفتلة الامامية. الغرزة رقم سبعة الفتلة الامامية. واسحب واشتغل الغرزتين مع بعض. وهستمر بنفس الطريقة خمس غرز فردية. الستة والسبعة تناقص والحد. وصلنا على نهاية الدور. في النهاية هبتدي افصل اللون ده لانه هنغير اللون على الدور اللي جاي. بالشكل ده كده. هسيب جزء منه وهفصل الخيط. وابتدي ان انا اه اوصل الخيط على اول غرزة للسطر رقم اربعة وعشرين. هنبتدي رقم اربعة وعشرين. هشيل العلامة وهشتغل غرزة الحشو على مكانها. بس مش هصحبها باللون ده. زي ما اتفقنا كده. انا فصلت الخيط وهصحب اللون اه اللي هشتغل منه بحلقة بداية جديدة. بالشكل ده كده. وهسيب زوائد الخيط ديت جوة. وابتدي السطر اللي عليه الدور. هشتغل على الدور ده اه سطر سباتي يعني بغرزة واحدة فوق كل غرزة. فبدءا من الغرزة الاولى كده اشتغلنا جرزة حشو واحدة. وهكمل واخد اطراف الخيط دي ممكن معايا على الدور تختفي بالمرة. بالشكل ده كده ورا الغرز. شايفين? وبعد كده هبتدي بقى اشتغل من الغرزة اللي جاية وعليها الدور. هبطل اعمل اي تزايد او تناقص بالشكل ده. وهسحب غرزة واحدة بس فوق كل غرزة كده لحد البداية. وصلت على نهاية الدور. في النهاية بعد ما اشتغلت اخر غرزة هبتدي الدور رقم خمسة وعشرين. هشتغل اول غرزة على الدور رقم خمسة وعشرين. وخلاص بقينا على نفس اللون. فارجع احط العلامة بتعطي مرة تانية على اول الدور بالشكل ده كده. على الدور ده هنعمل تزايد كل سادس غرزة. ده معناه بنشتغل خمس غرز فردية وفي السادسة تزايد. فدي كده اول غرزة. الغرزة اللي بعد كده هشتغل عليها غرزة حش واحدة اتنين. اللي بعدها تلاتة. اللي بعدها اربعة. واللي بعدها خمسة. انا كده اشتغلت خمس غرز فردية من على بداية الدور. ولما بوصل للغرزة رقم ستة بشتغل تزايد بغرزتين في المكان الواحد. فهدخل في الغرزة بالشكل ده كده هسحب الخيط وهشتغل واحد. وفي نفس المكان وارجع على نفس الغرزة. اشتغل الغرزة رقم اتنين. استمر على الدور كله بنفس الطريقة. على الغرزة اللي هنشتغل غرزة واحدة كده واحد. اللي بعدها غرزة واحدة اتنين. اللي بعدها غرزة واحدة تلاتة. اللي بعدها غرزة واحدة اربعة. واللي بعدها والاخيرة غرزة واحدة كده خمس غرز فردية واربعض. ولما نوصل للغرزة الستة بنشتغل تزايد بغرزتين في المكان الواحد. ادي واحد وفي نفس المكان نرجع نشتغل اتنين. هكرر بقى اول حد النهائي. وصلت على نهاية الدور بنفس التزايد هنبتدي الدور رقم ستة وعشرين هنحط اول غرزة على مكان الماركر بالشكل ده كده ونرجع نعلم بداية الدور مرة تانية على الدور ده هنشتغل ست غرز فردية كده رقم واحد الغرزة اللي بعد كده اتنين الغرزة اللي بعد كده تلاتة اللي بعد كده اربعة اللي بعد كده خمسة والغرزة اللي جاية رقم ستة انا كده اشتغلت ست غرز فردية من بداية الدور تمام ولما بوصل للغرزة رقم سبعة هشتغل التزايد بتاعي هدخل بالشكل ده كده تحت حلقتين الغرزة واخد غرزتين في المكان الواحد ادي واحد وارجع لنفس الغرزة هي هي واشتغل رقم اتنين ومنفس الطريقة هستمر على الدور كله ست غرز فردية السبعة تزايد والحد النهاية وصلت على النهاية بنفس التزايد هنبتدي الدور رقم سبعة وعشرين هشيل العلامة وابتدي باول غرزة حشو على اول غرزة بالشكل ده كده وارجع خط العلامة مرة تانية على الدور ده هنعمل تزايد كل تامن غرزة ده معناه بنشتغل سبعة غرز فردية اذا دي كده الغرزة رقم واحد على الغرزة اللي جاية وعليها الدور هشتغل اتنين اللي بعدها تلاتة اللي بعدها اربعة اللي بعدها خمسة ستة سبعة اشتغلت سبع غرز فردية من على بداية الدور ورا بعض ولما بوصل للغرزة التامنة باشتغل فيها التزايد بتاعي بغرزتين في المكان الواحد فهنزل تحت حلقتين الغرزة كده اخد واحد وارجع لنفس الغرزة هي هي واشتغل رقم اتنين وهكذا على مدار الدور كله سبع غرز فردية وكل ما نوصل للتامنة نعمل تزايد والحد النهاية وصلت على نهاية الدور هنبتدي الدور رقم 28 هشيل الماركر وهشتغل مكان الماركة اول غرزة حشو بالشكل ده كده وعلى الدور ده هنشتغل تمن غرز فردية والتزايد فهرجع الاعلام على بداية الدور كده وهشتغل على الغرزة اللي جاية كده اتنين اللي بعدها تلاتة اللي بعدها والغرزة التامنة والاخيرة لما بوصل للغرزة التامنة كل ما اوصل للتسعة كده اشتغل التزايد على الغرزة رقم تسعة نشتغل واحد ونرجع نشتغل اتنين ونستمار بنفس الطريقة كده تمن غرز فردية التسعة تزايد والحد النهاية وصلت على نهاية الدور هنبتدي الدور رقم 29 على الدور 29 هنعمل تزايد كل عاشر غرزة ده معناه بنشتغل تسعة غرز فردية فهشيل العلامة واشتغل اول غرزة حشو على الدور بالشكل ده كده وارجع احط العلامة بتاعتي مرة تانية وكده نبقى اشتغلنا واحد هشتغل على بعد كده الغرزة اللي جاية اتنين والغرزة التسعة والاخيرة اشتغلت تسعة غرز فردية وربعة كده من بداية الدور وعلى العشرة هنعمل التزايد بتاعنا بغرزتين في المكان الواحد فهشتغل واحد وارجع لنفس الغرزة هي هي ونرجع نشتغل الغرزة رقم اتنين واستمار بنفس الطريقة تسعة فردي العشرة تزايد والحد النهاية وصلت على نهاية الدور وهنبتدي الدور رقم تلاثين والدور ده هيبقى اخر دور في التزايد فهشتغل مكان المارك بالشكل ده كده اول غرزة وارجع احط العلامة بتاعتي مرة تانية وكده نبقى اشتغلنا اول غرزة بنعمل تزايد كل رقم حداشر ده معناه انه بنشتغل عشر غرز فردية فكده واحد هشتغل بعد كده اتنين تلاتة تسعة عشرة دي ما احنا شايفين اشتغلت عشر غرز فردية بالشكل ده كده تمام وعلى الحداشر هنعمل التزايد بتاعنا بغرزتين في المكان الواحد ادي واحد وفي نفس الوقت اتنين ونكرر بقى والحد النهاية عشر غرز والحداشر تزايد والحد ما نوصل للمارك مرة تانية وصلت على نهاية الدور ده كان كده اخر دور فيه التزايد وهنبتدي من اول السطر رقم واحد وتلاتين والحد تمانية واربعين سطور سبات بغرزة واحدة فوق كل غرزة هنرتفع بالادوار عبارة عن 18 سطر سابت فزي ما احنا شايفين مع بعض كده انا على بداية الدور الجديد هبتدي الدور رقم واحد وتلاتين هشيل العلامة انا بس هغير الالوان على الادوار السابتة وزي ما احنا شايفين بنجي في اول غرزة بالشكل كده ده نسحب حلقة بداية جديدة من اللون اللي احنا حابينه وبنخرج بيه من الحلقة اللي على الابرة يعني بنشتغل غرزة منزلقة بالشكل ده كده تمام وبعد كده مش هفصل اللون اللي انا بشتغل منه هسيبه عكس اتجاهي لاني هبدل الالوان على السطور فبرجع اسحابه على السطر اللي انا عايزاه وهنعمل ايه هنرتفع بسلسلة واحدة هعتبرها مجرد ارتفاع في نفس الغرزة الاولى وهشتغل اول غرزة حشو بالشكل ده كده اطراف الخيط الصغيرة نقدر ناخدها معانا عشان تختفي على الدور وكل اللي احنا هنعمله نحن هنشتغل بغرزة واحدة فوق كل غرزة والحد نهاية السطر زي ما احنا شايفين مع بعض كده هنبطل اي تزايد او اي تناقص يعني بغرزة واحدة كده لف على الدور لمدة 18 سطر جايين بنرجع نشتغل هنا منزلقة على اول غرزة نرتفع ونلف وهكذا لحد اما نرتفع بالسطور زي ما قلتلكو 18 سطر من السطر 31 والحد 48 ونرجع نشوف الخطوة اللي جاي ارتفعت بالسطور زي ما احنا شايفين مع بعض كده 18 سطر بدئا من اللون الفيروزي هنا دخلت اللون الفيروزي على اول السطور كل سطرين بالشكل ده كده على اه ثلاث مرات وبعد كده كملت باللون الاساسي باقي الادوار السبتة 18 سطر يعني احنا كنا على السطر 31 وارتفعنا لحد السطر 48 تمام انا هنا خلاص كده ارتفعت وقبل ما نكمل الشغل بتاعنا بنيجي بالفايبر بقى ونبتدي نحشي الجزء اه اللي تحت بالشكل ده كده يعني جزء من الشغل اللي اشتغلناه علشان هنبتدي نعمل تناقص على السطور اللي جاي هنكمل الشغل بتاعنا هنبتدي سطر رقم 49 فهشيل العلامة من على بداية الدور وبتدي اشتغل على اول غرزة غرزة حشو واحدة بالشكل ده كده وارجع احط العلامة بتاعتي مرة تانية على الدور ده هنعمل تناقص اه بعد ما نشتغل عشر غرز فردية وهنبتدي نشتغل على الغرزة اللي جاية كده اتنين تلاتة اربعة وعشر اشتغلنا عشر غرز بالشكل ده كده بعد ما بنشتغل عشر غرز بنعمل تناقص على الغرزة رقم 11 و12 باخد الفتلة الامامية للغرزة رقم 11 بالشكل ده كده اول فتلة الامامية للغرزة رقم 12 بنفس الطريقة اللي كنا بنشتغل بيها التناقص على الجزء اه اللي تحت زي ما احنا شايفين كده اخدت الغرزتين 11 و12 فتلة الامامية من كل غرزة وهسحب الغرزة بتاعتي عادي خالص غرزة حشو وهكمل بنفس الطريقة عشر غرز فردية والحداشر والاثناشر بالتناقص لحد النهاية وصلت للنهاية بنفس التناقص وانا كده هبتدي الدور رقم 50 هشيل العلامة وهحط مكان الماركر او الغرزة حشو وارجع احط العلامة بتاعتي مرة تاني على الدور ده هنتزايد كل 9 غرز وده معناه باشتغل 9 غرز فردية كده واحد وكمل 9 غرز بالشكل ده كده 8 9 زي ما احنا شايفين مع بعض كده انا وصلت للغرزة رقم 9 كل ما نوصل لتسعة كده بناخد 10 و 11 تناقص فالغرزة رقم 10 هياخد الفتلة الامامية بالشكل ده كده والغرزة رقم 11 برضو بسحب الفتلة الامامية ويبسحب الغرزة بتاعتي غرزة حشو وهكذا هكرر على مدار الدور كله بنشتغل 9 غرز فردية العشرة وال11 تناقص والحد النهاية وصلت ليه نهاية الدور هنبتدي الدور رقم 51 هنشيل العلامة وهنحط مكان العلامة اول غرزة حشو بالشكل ده كده وهشتغل على الدور ده 8 فرزي التسعة والعشرة تناقص فهنشتغل 8 غرز فردية كده 1 اتنين اتنين تمانية زي ما احنا شايفين 8 غرز من بداية الدور وبعد كده هياخد 9 و 10 بالتناقص باخد الغرزة رقم 9 الفتلة الامامية الغرزة رقم 10 الفتلة الامامية واسحب الغرزة بتاعتي غرزة حشو واستمار على الدور كله بنفس الطريقة 8 غرز فردية التسعة والعشرة تناقص والحد النهاية وصلت على نهاية الدور وفي النهاية هبتدي الدور رقم اتنين وخمسين هشتغل مكان المارك وارجع احط العلامة بتاعتي وعلى اتنين وخمسين هنعمل تناقص كل سبع غرز فردية فهنشتغل 1 اتنين سبعة بالشكل ده كده اشتغلت سبع غرز فردية وعلى الثمنة والتسعة هناخد تناقص باخد الفتلة الامامية للغرزة رقم 8 والغرزة الامامية للغرزة رقم 9 8 وتسعة وهسحب الغرزة بتاعتي بالشكل ده كده غرزة حشو واستمار على الدور كله بنفس الطريقة سبعة فردية الثمنة والتسعة بالتناقص وصلت على نهاية الدور هنبتدي الدور رقم 53 هشيل العلامة وهشتغل مكان العلامة او الغرزة حشو بالشكل ده كده وعلى الدور ده هنعمل تناقص بعد 6 غرز ده معناه باشتغل 6 فرزي فهده كده اول غرزة على الغرزة اللي جاية هشتغل برضو كده اتنين وستة بعد الغرزة رقم 6 هشتغل سبعة وتمانية بالتناقص فهاخد الفتلة الامامية للغرزة رقم 7 بالشكل ده كده والغرزة الامامية لل آآ غرزة رقم 8 هاخد سبعة وتمانية واسحب واشتغل غرزة حشو هقرر كده بنفس التقرار لحد نهاية الدور باشتغل 6 فردي السبعة وتمانية بالتناقص لحد النهاية وصلت على نهاية الدور هبتدي الدور رقم 54 هشيل العلامة وهشتغل مكان العلامة اول غرزة حشو بالشكل ده كده هنشتغل خمس غرز فردية وبعد كده هنعمل تناقص فاكده الغرزة رقم اتنين تلاتة اربعة خمسة اشتغلت خمس غرز من بداية الدور بالشكل ده كده ولما بوصل لستة بياخد ستة وسبعة بالتناقص الفتلة الامامية لكل غرزة بالشكل ده كده وهاسحب الخيط واشتغل الغرزة بتاعتي وهقرر على مدار الدور كله بنفس الطريقة خمسة فردي الستة والسبعة بالتناقص وصلت على نهاية الدور وهبتدي الدور خمسة وخمسين الدور ده هيبقى دور سبات بدون اي تزايد او تناقص بس هنمشي بغرزة واحدة فوق كل غرزة بدءا من غرزة المارك بالشكل ده كده وارجع احط العلامة بتاعتي ثم هكمل بقى بغرزة واحدة فوق كل غرزة لحد نهاية الدور كل غرزة هنشتغل فوقها غرزة واحدة كده زي ما قلنا مفيش اي تزايد او تناقص على الدور ده وصلت على نهاية الدور وفي المرحلة ده ببتدي املى القطع كلها بالفايبر واتأكد ان انا مليت الجزء اللي اشتغلته بشكل كويس لاني مش هقدر اضيف فايبر من جديد تمام انا هنا كده على نهاية السطر رقم خمسة وخمسين وهنقفل بمنزلقة المراضي على غرزة المارك بالشكل ده كده هدخل فيه غرزة المارك وهسحب المراضي منزلقة لاني هنهي الشغل بتاعي هطلع من الحلقة اللي على الابرة وهرفع الخيط وهقصه وهبتدي اشتغل من لون مختلف احنا كده هنبتدي نشتغل من لون مختلف والسطر اللي هنبتديه اللي هو ستة وخمسين هنشتغل عليه مرتين مرة هنشتغل في الحلقة الامامية هنشتغل سطر فسطنات ومرة هنشتغل في الحلقة الخلفية علشان نكمل ارتفاع للقطعة بتاعي فاحنا هنوصل للخيط فين دلوقتي هنوصله على اي غرزة من الغرز لكن في الفتلة الامامية شايفين الفتلة الامامية اللي كنا بنعمل فيها تناقص بالشكل ده كده اي غرزة هدخل على الفتلة الامامية وهسحب اللون اللي هشتغل منه بالشكل ده حلقة بداية جديدة وهبتدي ارتفع على البداية طبعا اطراف الخيط دي مش محتاجة ان انا نضافها بس بسيبها جوة بالشكل ده كده هي بتتقفل جوة على القطعة زي ما احنا شايفين كده هرتفع على الدور ده بتلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هنشتغل من غرزة العمود بلفة في نفس الغرزة هي خلي بالي ان انا بشتغل في الفتلة الامامية تمام بالشكل ده كده هعمل ايه هيخد لفة على الابرة وهنزل على نفس المكان هو هو في الفتلة الامامية دي وهاسحب غرزة عمود بلفة العمود العادي اللي هو تلات حلقات وبشتغله حلقتين فحلقتين مع الارتفاع يبقوا كده غرزتين المفروض ان انا اشتغل على الغرزة دي تمن غرز بنفس الطريقة فكده اتنين هلف الخيط وقرر في نفس المكان هدخل على الفتلة الامامية واسحب الخيط واشتغل من نفس العمود تلات حلقات باسحبه حلقتين فحلقتين كده تلاتة وقرر. اربعة. خمسة ستة. سبع تماني. زي ما احنا شايفين مع بعض كده اشتغلت تمن غرز على آآ الغرزة الواحدة. بعد كده باجي على الدور الرئيسي هفوت واحد اتنين وفي الغرزة رقم تلاتة برضو باشتغل بالفتلة الامامية. فهاسحب الفتلة الامامية بالشكل ده كده وهدخل اسحب الخيط وهاشتغل غرزة حشو. من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وباطلع منها. وهستمر بنفس التكرار كده. بعمل ايه? هفوت. واحد. الغرزة اللي عليها الدور. واحد. اتنين. وعلى التالتة. هلف الخيط. وابتدي اشتغل تمن غرز على الفتلة الامامية. يا شايفين? انا بسحب بس الفتلة الامامية. وبدخل هاسحب واشتغل تمن اعمدة. من نفس العمود اللي اشتغلته تلات حلقات وباشتغلو حلقتين فحلقتين. كده اول عمود وهقرر بقى باقي التمن اعمدة بنفس الطريقة اتنين. تلاتة. تمانية. بالشكل ده كده اشتغلت تمن اعمدة. هاجي على الدور الرئيسي وافوت الغرزة اللي عليها الدور. واحد اتنين وفي الغرزة رقم تلاتة. هدخل برضو على الفتلة الامامية للغرزة. اخلي بالي لان الفتلة الخلفية هشتغل عليها دور تاني. تمام? بادخل في الفتلة الامامية واسحب غرزة حشو. من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وباطلع منها. واستمر بقى بنفس التكرار كده وبنفس الفسطونة. بنعمل ايه? بنفوت واحد اتنين وفي الثالثة هاليف الخيط. وابتدي اشتغل تمن اعمدة على الفتلة الامامية. بعد كده بفوت واحد اتنين وعلى الثالثة غرزة حشو. وهكزا والحد نهاية الدور. وصلت على نهاية الدور بعد اخر فسطونة بشتغل الحشو في مكانه بشكل طبيعي وبفوت الغرزة المتبقية عندي على الدور وهقفل منزلقة ازاي? هقفله على منتصف اول فسطونة معايا. شايفين نفس المكان اللي بدأنا من عنده بس من تحت السطر. زي ما احنا شايفين كده هدخل في حلقة الابرة مرة تانية وهنزل تحت الفسطونة الاولى. هنزل في منتصف الفسطونة بالشكل ده كده. وهسحب الخيط وكمان هطلع من الحلقة اللي على الابرة يعني هقفل بمنزلقة. وهسحب الخيط وهقص. بعد ما قص الخيط او افصله بالشكل ده كده هاجي من تحت الغرزة من جوه. واسحب الخيط للداخل. وهسيبه فيه المنتصف. مش هحتاج ان انا آآ انا اضافه زي ما قلنا كده بنسيب زوائد الخيط جوه القطر. وعلى نفس الدور ستة وخمسين هو هو هرجع اشتغل في الحلقة الخلفية اللي انا سبتها. انا اشتغلت الفسطونات في الحلقة الامامية. وارجع اشتغل على الحلقة الخلفية. ففي اي جرزة بالشكل ده كده هدخل في الحلقة الخلفية. وابتدي اوصل الخيط بتاعي. فزي ما احنا شايفين هرجع اشتغل من اللون الفيروزي مرة تانية او اي لون زي ما تحبي هبتدي بالشكل ده كده ادخل بالغرزة بتاعتي. هرتفع سلسلة واحدة. واعتبرها اول غرزة بالنسبالي. وعلى آآ كل بعد كده شايفين فتلة الخلفية للغرزة اللي جاية. وهبتدي اشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين. وبنطلع منها نفس الغرزة اللي كنا بنشتغلها على جسم الفانوس. فده اي ما احنا شايفين كده الغرزة اللي بعد كده. بدخل على الفتلة الخلفية اهي. وهسحب غرزة حشو. واستمر بسطر سابت آآ بدون اي تزايد او تناقص فقط بغرزة فوق كل غرزة. لحد ما اوصل للبداية بتاعتي مرة تانية. لفيت بالسطر كله زي ما احنا شايفين مع بعض كده وباجي على اول غرزة بدأت من عندها الدور وهشتغل اول غرزة حشو مش هشتغل منزلقة لاني هلف بالاضوار في دايرة مغلقة وارجع هنا احط العلامة بتاعتي على اول غرزة مرة تانية. كلها هنعمله دلوقتي ان احنا هنرتفع اربع سطور كمان جايين بآآ سطور سابتة يعني غرزة فوق كل غرزة كل مرة بنيجي نقفل او نشتغل في غرزة المارك ونلف بالسطر مرة تانية لمدة اربع سطور جاية. احنا هنا تكون على السطر ستة وخمسين ويفترض ان احنا نشتغل بقى من ستة وخمسين لحد الستين سطور سابتة. يعني اشتغلنا سطر وهرتفع بكمان اربع سطور ونرجع نشوف الخطوة اللي جاية. زي ما احنا شايفين كده كل هنعمله غرزة واحدة فوق كل غرزة وخلاصة نرجع نشتغل تحت حلقتين الغرزة بشكل سليم بالشكل ده كده. انا هرتفع بالسطور ونرجع نكمل الشغل معها. ارتفعت بالادوار السابتة زي ما احنا شايفين مع بعض كده اجمالي عدد السطور خمس سطور بدأناها من السطر ستة وخمسين اللي اشتغلناه على الباكلوب والحد آآ نهاية قصة الرقم ستين. خمس سطور وهنا كده هنبتدي على الدور واحد وستين نعمل تناقص ومن هنا ورايح اي جزء بنشتغله على القطعة بنرجع نملاف الفايبر بالشكل ده كده بشكل كويس علشان هنعمل تناقص ومش هينفع نديف فايبر من جديد. زي ما احنا شايفين كده هبتدي الدور رقم واحد وستين هشيل الماركر وهشتغل مكان الماركة اول غرزة بالشكل ده كده. وارجع احط العلامة بتاعتي على اول الدور مرة تانية. على الدور ده هشتغل ستة فردي يعني هبتدي اشتغل من اول غرزة جاية على طول كده رقم اتنين. اللي بعدها تلاتة. اللي بعدها اربعة. اللي بعدها خمسة. واللي بعدها ستة. يعني ستة غرز فردية بالشكل ده كده. والتناقص بتاعي هعمله على الغرزة رقم سبعة وتمانية. هدخل على الفتلة الامامية للغرزة رقم آآ سبعة. والفتلة الامامية للغرزة رقم تمانية. واسحب واخد غرزة حشو. نفس التناقص اللي بنشتغله من بداية الباترون. وهقرر كده على مدار الدور كله. ستة فردي. السبعة والتمنى بالتناقص. والحد النهاية. وصلنا على النهاية. هنبتدي الدور رقم اتنين وستين. وهنشتغل تناقص جديد. فهشتغل مكان الماركة بشكل طبيعي اول غرزة حشو. وارجع اعلم البداية بتاعتي مرة تانية. هشتغل خمس غرز فردية. يعني اللي جاية كده غرزة واحدة اتنين. اللي بعدها غرزة واحدة تلاتة. اللي بعدها اربعة. اللي بعدها خمسة. انا كده اشتغلت خمس غرز. وبعد كده هاخد الستة والسبعة بالتناقص. باخد الفتلة الامامية للستة. الفتلة الامامية اللي هي الرقم سبعة. بالشكل ده كده. وبجمع الغرزتين بغرزة واحدة. وهكزا بقى اعلن اه الدور كله. هنشتغل خمسة فردي. الستة والسبعة تناقص. وصلنا على النهاية. هشيل المارك وبتدي الدور رقم تلاتة وستين. هنشتغل غرزة حشو على اول غرزة بالشكل ده كده. وهنشتغل اربع غرز فردية. ادي كده واحد الغرزة اللي بعدها وعليها الدور. هشتغل اتنين. اللي بعدها. هشتغل تلاتة. اللي بعدها اربعة. وبعد الاربع غرز الفردية كده هشتغل خمسة وستة بالتناقص. هاخد الفتلة الامامية للخمسة. الفتلة الامامية لرقم ستة. وهسحب الغرزة بتاعتي على غرزة واحدة بالشكل ده كده. واستمر بنفس الطريقة. اربع غرز فردية خمسة وستة بالتناقص. وصلت على نهاية الدور. هبتدي الدور رقم اربعة وستين. هشيل العلامة واشتغل مكان العلامة اول غرزة حشو بالشكل ده كده. وبرجع احط الماركر بتاعي على الدور ده هنشتغل تلات غرز فردية. ادي واحد وهشتغل على الغرزة رقم اتنين. وعلى الغرزة رقم تلاتة. بعد آآ تالت غرزة بالشكل ده كده باخد اربعة وخمسة بالتناقص. هسحب الفتلة الامامية للغرزة الرابعة. الفتلة الامامية للغرزة الخمسة. وهسحب التناقص بتاعي على غرزة واحدة. وهكذا هشتغل على مدار الدور كله تلاتة فردي الرابعة وخمسة تناقص. وصلت على نهاية الدور وهنا كده هشيل الماركر. والمرة دي هشتغل منزلقة مكان الماركر بالشكل ده كده. هسحب الخيط واطلع من الحلقة اللي على الابرة. وهرفع الخيط وهقصه. لانه من الدور اللي جاي هشتغل بلون مختلف. هنشتغل الدور رقم خمسة وستسين. وصلت الخيط بتاعي على اي غرزة مش هتفرق. واشتغلت اول غرزة حشو في الغرزة الاولى. وهشتغل على الغرزة رقم اتنين. غرزة حشو. الغرزة رقم تلاتة. غرزة حشو بالشكل ده كده. وعلى اربعة هعمل تزايد بغرزتين في المكان الواحد. اجي واحد وارجع لنفس الغرزة واشتغل اتنين. واستمر بنفس الطريقة كده. بشتغل تلات غرز فردية. واحد. اتنين. تلاتة. وعلى الرابعة هعمل تزايد بغرزتين في المكان الواحد. واحد. اتنين. وهستمر بتزايد كل رابع غرزة كده لحد النهاية. وصلت على النهاية. زي ما احنا شايفين. هشتغل غرزة حشو على اول غرزة. هبتدي الدور رقم ستة وستسين على آآ الدور ده هرجع احط العلامة بتاعتي عشان هشتغل فيه دايرة مغلاقة وهنا كده هبتدي اشتغل على اربع غرز كده اشتغلت الغرزة الاولى دي الغرزة رقم اتنين الغرزة رقم تلاتة والغرزة رقم اربعة وبعد كده على الغرزة رقم خمسة هنشتغل تزايد بغرزتين في المكان الواحد ادي واحد وفي نفس الوقت ارجع اشتغل اتنين وهقرر على مدار الدور كله بنفس الطريقة بنشتغل اربع غرز فردية الخمسة تزايد والحد النهاية وصلت على النهاية هشتغل الدور رقم سبعة وستين هشتغل على مكان الماركة اول غرزة حشو بالشكل ده كده وعلى الدور ده هنعمل الخمسة فردي الستة تزايد فكده يبقى اول غرزة وعلى الغرزة اللي جاية آآ غرزة حشو اتنين اللي بعدها تلاتة اللي بعدها اربعة واللي بعدها رقم خمسة خمسة فردي من اول الدور كده وعلى الستة هنشتغل التزايد بتاعنا بغرزتين في المكان الواحد ادي واحد ونرجع لنفس الغرزة ونشتغل اتنين واستمر بنفس التقرار لحد النهاية خمسة فردي الستة تزايد وصلت على النهاية هبتدي الدور رقم تمانية وستين هشتغل اول غرزة حشو على مكان المارك بالشكل ده كده وهنشتغل ستة فردي السبعة تزايد فكده الغرزة رقم اتنين تلاتة ستة اشتغلت ست غرز فردية وراء بعض كده هشتغل السبعة تزايد بغرزتين في المكان الواحد ادي واحد وفي نفس المكان وفي نفس الغرزة نرجع نشتغل اتنين وهستمر بنفس التقرار ستة فردي السبعة تزايد والحد النهاية وصلت على نهاية الدور زي ما احنا شايفين كده هبتدي الدور رقم تسعة وستين هشيل العلامة والدور ده هيبقى دور سابت بدون اي تزايد فهشتغل مكان العلامة بالشكل ده كده اول غرزة وارجع بداية الدور وكل انا هعمله انه هشتغل غرزة واحدة فوق كل غرزة لحد اما اوصل لي المارك مرة تانية استغلنا السطر السابت كده وانا هنا على نهاية الدور هنبتدي السطر رقم سبعين والسطر ده هنبتدي نعمل تناقص آآ مرة تانية فهشتغل مكان المارك بالشكل ده كده اول غرزة وارجع احط العلامة بتاعتي مرة تانية هنشتغل آآ ستة فردي السبعة والتمنى بالتناقص فكده هيبقى اول غرزة هنشتغل اتنين تلاتة اربعة خمسة ست غرز فردية بالشكل ده كده وارا بعض وبعد كده لما بنوصل لسبعة هناخد سبعة وتمانية بالتناقص بنسحب الغرزة رقم سبعة الغرزة رقم تمانية بالشكل ده كده واسحب غرزة حشو نفس التناقص اللي كنا بنشتغل وبنشتغل على آآ فتلة الامامية لكل غرزة من الغرزتين اللي عليهم الدور وبناخد الغرزة بتاعتنا وهستمر على الدور كله بنفس الطريقة ستة فردي سبعة وتمانية تناقص والحد النهاية وصلت على النهاية هنبتدي الدور رقم واحد وسبعين هنشيل العلامة وهنشتغل مكان المارك عادي خالص نفس غرزة الحشو وارجع احط العلامة بتاعتي مرة تانية وعلى الدور ده هنشتغل خمسة فردي فكده اول الغرزة على الغرزة اللي جاية كده اتنين تلاتة اربعة خمسة اشتغلت خمس غرز فردية ولما بنوصل لستة بناخد ستة وسبعة بالتناقص بنفس الطريقة الفتلة الامامية للغرزة رقم ستة الفتلة الامامية للغرزة رقم سبعة واسحب الغرزة بتاعتي واستمر بنفس التكرار خمسة فردي الستة والسبعة بالتناقص وصلنا على نهاية الدور وهشيل العلامة واشتغل مكان الماركة اول غرزة حشو ده الدور رقم اتنين وسبعين هخط الماركر بتاعي مرة تانية على البداية وهنا هشتغل اربع غرز فردية ادي واحد اتنين تلاتة اربعة وبعد ما اشتغل الاربع غرز كده هاخد خمسة وستة بالتناقص الغرزة رقم خمسة هاخد الفتلة الامامية الغرزة رقم ستة اخد الفتلة الامامية واخد الغرزة بتاعتي غرزة حشو واستمر بنفس التكرار اربع فردي خمسة وستة بالتناقص والحد نهاية الدور وصلت على نهاية الدور واشلت العلامة وهو هشتغل اول غرزة على الدور رقم تلاتة وسبعين هنشتغل غرزة حشو نرجع نحط العلامة بتاعتنا مرة تانية. الشكل ده كده. هشتغل تلت غرز فردية. اجي الغرزة الاولى. بعد كده على الغرزة اللي جاية. الغرزة رقم اتنين. الغرزة اللي بعدها الغرزة رقم تلاتة. ونشتغل اربعة وخمسة بالتناقص. اخد الفتلة الامامية الاربعة. الفتلة الامامية الخمسة. واسحب الغرزة بتاعتي. واستمار بنفس التكرار. تلت غرز فردية. الرابعة وخمسة وتناقص لحد النهاية. وصلنا على النهاية. هنبتجي تدور رقم اربعة وسبعين هشتغل مكان الماركة او الورزة بالشكل ده كده وبعد كده هشتغل غرزتين فردي يعني دي واللي بعدها كده رقم اتنين وبعد كده نعمل تناقص في اربعة وخمسة ناخد الفتلة الامامية اربعة الفتلة الامامية الخمسة واسحب الغرزة بتاعتي هشتغل بنفس التقرار كده على مدار الدور كل غرزتين فردي الرابعة والخمسة بالتناقص وصلت على نهاية الدور حبا بس اذكركم ان كل ما نرتفع بالشكل ده كده بنملى الجزء بالفايبر علشان السطر بيديق معنا وهيبقى صعب ان احنا نضيف فايبر من جديد احنا زي ما احنا شايفين كده على نهاية الدور وهنبتدي الدور رقم اه خمسة وسبعين هنشيل العلامة ونشتغل مكان العلامة عادي خالص زي ما بنشتغل من بداية الباترون اول غرزة حش وبالشكل ده كده ثم ارجع احط العلامة بتاعتي مرة تانية هنشتغل بس غرزة فردية وغرزتين تناقص كده اشتغلنا غرزة واحدة واتنين وتلاتة هناخدهم تناقص بالشكل ده كده ونكرر من جديد بنشتغل واحدة بس فردي الغرزة اللي جاية وعليها الدور هشتغلها فردية بالشكل ده كده ثم اللي بعدها بشتغلهم بالتناقص اتنين وتلاتة ادي الغرزة اللي عليها الدور واللي بعدها كل واحدة باخد الفتلة الامامية وبشتغل الغرزة بتاعتي وكرر بقى على مدار الدور كله بنفس الطريقة غرزة واحدة بس ما بين كل تناقص واللي بعده لحد ما نوصل للنهاية وصلنا لنهاية الدور وهنشتغل الدور ستة وسبعين والدور ده يبقى الدور الاخير فهشيل العلامة بالشكل ده كده وهشتغل مكان العلامة مش هشتغل غرزة حشو لكن هاخد الفتلة الامامية وابتجي على طول اشتغل تناقص على كل غرزتين مع بعض فاجي الغرزة الاولى مع الغرزة اللي بعدها شايفين انا خدت غرزة المارك مع الغرزة اللي بعدها الفتلة الامامية وهسحب الغرزة بتاعتي دي كده تبقى اول غرزة على الدور وهستمر بنفس الطريقة كل غرزتين مع بعض هشتغلهم بالتناقص هاجي الغرزة اللي عليها الدور هسحب الفتلة الامامية الغرزة اللي بعدها برضو بسحب الفتلة الامامية وهشتغل الغرزة بتاعتي وهكذا كل غرزتين مع بعض يعني انا بعمل تناقص على كل الغرز لحد نهاية الدور. كل غرزتين هاخدهم مع بعض كده. وصلت على النهاية بتناقص على جميع الغرز وهنا هشيل العلامة او المارك وهشتغل مكان او الغرزة بدأت من عندها غرزة منزلقة باطلع من الحلقة اللي على الابرة وهرفع الخيط وهقصه وخلي الخيط ده بزيادة شوية عشان هسبت به الحلقة. علشان نشتغل الحلقة آآ ممكن حلقة معدن بالشكل ده كده او بلاستيك اللي تحبيه. وبنبتدي نحن ندخل جوه الحلقة ونشتغل عليها بغرز الحش وباي لون من الالوان اللي اشتغلنا بيها. هعمل حلقة بداية جديدة. وهدخل جوه الحلقة بحلقة البداية بالشكل ده كده. وهبتدي آآ ارتفع بسلسلة واحدة وهملة كل الحلقة آآ بغرز الحش وبدخل جوه الحلقة واسحب الخيط واشتغل من نفس الغرزة البسيطة حلقتين وبطلع منها. وهستمر بنفس الطريقة كده زي شايفين اطراف الخيط بناخدها معنا على الدايرة عشان تختفي بالمرة كده. ومش بعدد معين ولكن لحد اما المعدن او البلاستيك آآ بتاع الحلقة اللي باستخدمها مش هيبقى باين معايا ويبقى آآ اتمالة كل الفراغات بغرز الحش زي ما احنا شايفين كده. اتمالت الحلقة معايا بالشكل ده كده بغرز الحش وهنا بعد ما اشتغلت اخر غرزة هاخد غرزة منزلقة على اول غرزة بدأت من عندها الدور اول غرزة حش وهدخل بالشكل ده كده واقف الغرزة منزلقة وهطلع آآ واسحب الخيط وهقصه. وبلضم النهاية على ابرة التنضيب بالشكل ده كده عشان اخي زيادة الخيط بدخل آآ جوه الغرز. بدخل شوية تحت الغرز بتاعتي كده. بس راجع دي خالص وهي بتخلص من زيادة الخيط وبقصه. هرجع بنفس ابرة التنظيف بقى على نهاية الفنوس من فوق. الفتلة اللي احنا سبناها هرجع لضمها على ابرة التنظيف. وابتدي اسبت الحلقة على مكانها بخياط عادية خالص. شايفين كده بعد ما ثبتنا الحلقة بخياط عادية خالص آآ بخفي زوائد الخيط بتاعتي بالشكل ده كده بدخل جوه آآ القطعة وهخرج من اي اتجاه. شايفين من اي جرزة? وهسحب الزيادة للداخل بالشكل اللي احنا شايفينه. وهتخلص من الزيادة وهقصه. وبكده يبقى انتهى تطبيق النهاردة زي ما احنا شايفين قد ايه شكله حلو جدا ومميز. بتمنى تكون حلقة النهاردة كانت مفيدة وعجبتكم وتقدروا تجربوه معي. ويا ريت كل اللي استفاد ما انساش اعملي لايك. ازا بتتبعوني او بتشوفوني لاول مرة وحبين تكونوا معي على القناة ما تنسوش تعملولي او اشتراك عشان نشوفوا كل جديد على قناة كولكشن. وفعلوا شارط الجرز يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.